موسيقى ولاحظ معاي شيء مهم هذه التطويبة طوبة للمطرودين من أجل البر أجت بالزبط بعد طوبة لصانعي السلام يعني ملتصقة في بعض والكتاب المقدس بقول جده للسلام يعني أركض وراء السلام من الكلمة العبرية رد فيهو اللي هي نفس الكلمة للمطرودين وكأنه بيتكلم من ناحية إيجابية ومن ناحية سلبية السلام أركض له إسعاله حتى توصل السلام في كل مكان وإنت بتعت السلام وبتنشر السلام لابد أنك تواجه أيضا الطرد والترك والتعنيف في كل مكان طوبة لكم إذا عيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السموات إخوتي وأخواتي طب ليه الإنسان أو ليه الناس إلى اليوم بيتهدوا المسيحيين المسيحيين لا بيقتلوا ولا بيرتكبوا شرور ولا حروب بيتكلموا عن الغفران والمسامحة والمحبة بيشتغلوا لخير البلد الموجودين فيها طب شو اللي بيخلي الشخص يكره واحد مسيحي عم بيتشبه بصورة المسيح نفسه هل في شيء على فكرة في شخصية المسيح ما بتنحب هل في شيء في شخصية المسيح اللي بتخليك تنفر هل في شيء في شخصية المسيح اللي بتخليك تخجل أو تنكس راسك فلماذا يضطهد الناس المسيحيون